الأردن قضية الفلسطينية قضيتها نحن في النار مش محايدين إحنا يعني إحنا لما نيجي نحكي إنه والله إحنا بدنا نجيب وبدنا نتبرع وبدنا هذا كله جزء من حالتنا يعني إحنا بالنسبة إنا هذا الإقليم الفلسطيني هو يعني مكمل لنا إحنا ما بنقدر نكون قضية داخلية طالقا بتطلع هناك إحنا منتأثر حالة تحدث هذه مسألة ملف داخلي أردني وليس ملف تتعلق بالسياسة الخارجية عشان نحسن هذا الموضوع وما يزاودش علينا البعض عملتو ما عملتوش كمتو المزاودات يجب أن تتوقف حدود إمكانات وحركة الأردن مفهومة للجميع إكراهات الأردن في الملف الفلسطيني إكراهات مفهومة للجميع يستطيع أن يتحرك هنا لا يستطيع أن يتحرك هنا لذلك لا بدنا نزاود ولا نريد أن نشعر هذا الصحيوني إنه في أزمة بيننا منحكي ع بعضنا ولا في أزمة بيننا منشكك مواقفنا هذا لا يجوز وطنيا ولمصلحة الناس في غزة ولمصلحة الحالة للمشروع الوطني الفلسطيني إنه نبدأ نشكك عشان نبطل نقول والله أنا حطيت لك مستشفى ميداني لا يسيلي أنا هذا باعتبره ملفنا الداخلي ملفنا الداخلي لا في كا وأنا أعجبني وحدة الضرر حسناها حسناً وحدة المصير ما يجري علينا يجري على الفلسطينيين تطبيع بآخر الدنيا بضر في القضية الفلسطينية بضر بالأردن تطبيع قريب بضر بالأردن سلوك عسكري إسرائيلي تجاه الفلسطينيين يضر بالأردن كل هذا مفهوم وأعتقد أنه مراكز القنار وعراصم جلالة الملك واضح أنه هذا شيء بعيشوا يومي وعارفينه مشتبكين معه بالطريقة لذلك أنا معلوماتي وأحكي كنائب أن المساحة ستكون واسعة لحرية التعبير في قصة فار وقد يزيد لا سمح الله الشدي على أهلنا في غزوة يزداد الغضب والسخط في الأردن علينا أن ننضبط جميعا في إطار يعني اليوم الدعوات تعالوا بدنا نروح نخترح لحدود أنا بتقديري وبحكيها لكل وبحكيها للقوى الرئيسية في المعارضة خلينا نتجنبها يا أخوان وبجوز يعني خلينا نتجنبها بدناش نشوف دع إنه اليوم ليست أولوية أنك تفوت على الحد والجيش بده يحميك أصلا واليوم إذا شفنا مطاردة بين الشرطي وبين المواطن ونشوف قنبلة مش كويسة لا أهل غزة ولا لهذا الصهيوني اليوم طالب وإطلع وتظاهر وطالب بتخشين الخطاب الرسمي السلوك الدبلوماسي الأردني يكون مختلف لكن مش نصل لمرحلة إنه نختلف حتى يستفيد الإسرائيلي التشكيق ما فيه يجب أن يتوقف الموقف الأردني موقف متضرر مما يجري ليست طرف إحنا مش طرف إحنا مش الصومال ولا دولة بعيدة حتى نقول والله إحنا نقف مع الأشقاء نحن متضررون وما يجري في غزة قم قم بالابتوق على بيت في غزة نتأثر فيها مصالحنا الحيوية الاسترادية تتأثر تركيبتنا وحالتنا وأمننا واستقرارنا كله بتأثر وهذا تعيد دولة قبل ما تعيه وتعيه صانع القرار وحدة الفرح وحدة الضرار ولذلك يا أخوان عشان نكون إحنا واضحين وعلى القوى الرئيسية مناش نروح للخيالات يعني خلينا شوي ننضبط وخلينا نضغط على صانع القرار نضغط نازم نضغط بالشارع يجب أن يشعر أنه فيه حيوية بالمجتمع الأردني هذا التظاهر اللي شاهدناه نبالغ أشعرت بحيوية المجتمع الأردني بس مش نبالغ بكرة نشوف قنبلة دخانية بتطلع وقنبلة شرطي بيمنحهم بالطريقة هاي فعلينا أن ننضبط على أقل تقدير بالممكن بالممكن وعلينا أن ننظر إلى القصة الغزاوية على أنها قصة وطنية أردنية فلسطينية وليست قصة حسابات وصراعات وصراع كناين وصراع سلفات وتكيش انتخابات كل هذا يجب أن يتوقف حتى بالأخير نساعد الناس في غزة بطريقة وبقراء هذا رأيه وأنا ضمير الوطني مرتاح وأنا بحكي هل كلمتين ولذلك الأساس في ذلك أن نعي أن ما يجري في غزة ما يجري في الضفة ما يجري في أي حد أردني يؤثر علينا وعلى حياتنا وليس وجدانا شعبيا فقط بل أمنا واستقرارا ودولة ومصالح حيوية